اشتركوا في القناة ورشة لعمل اسورة من السلك النحاس وطبعا يفضل في الاساور والدليات والخواتم ان احنا نستخدم اتقل حجم من السلك النحاس انا هستخدم النهاردة الملي ونص لو فيه اتنين ملي يبقى كويس فيه اوقات بيبقى موجود الاتنين ملي الناس اللي بتحب شغل الاساور تسأل على الاتنين ملي لو لقاته تشتغل به احسن بكتير لان الاساور بتبقى عايزة السلك متين اكتر لكن لو ما فيش الملي ونص بيوفي بالغرض لو احنا هنشتغله على واحد واثنين وثلاثة ممكن لو بنضعف السلك فبيديني متانة اعلى هحتاج كمان السلك الخمسة من عشرة النص ملي هنحتاج احجار اي احجار عندنا نكون حابين نشكل بيها الاساورة بتاعتنا انا هشتغل النهاردة بالاونكس الاسود الاونكس الاسود من الاحجار القيمة الحلوة قوي وطبعا ليه اشكال ليه اشكال كتير تقطيعات يعني باحجام تانية غير كمان المدور بتبقى شكلها في الشغل مختلفة وفعلا مميزة وبينة هنحتاج عمود الاساور اللي ما يعرفش عمود الاساور هو استوانة خشب كده برضو بتدريج من الصغير ليه الكبير هي شبه عمود الخواتم بس على اكبر اللي ما عندوش اي حاجة استوانية عندنا برطمان كريم اي ازازة اي شكل استواني نقدر نلف بس عليه الشكل بتاع الاسورة بتاعنا ونحدده عليه كمان العدة بتاعتنا الأصافة أصافة النحاس كمان الزرادية الخشنة الزرادية المبرومة الزرادية الفلات اللي انا بعدل بيها لشغل بتاعي هنسمي اللون ابتدي الجزء اللي انا اخدته من السلك اللي هو الاساسي بتاع الاسورة انا اخدت المفروض على حسب طبعا المقاس لو انا الاسورة بتاعتي عشرين سنتي الدوران بتاع الرصغ بتاعي او الايد بتاعتي عشرين مثلا سنتي فالمفروض ان انا هضعف وزود كمان عشرة سنتي على المقاس اللي انا اخدته عشان يكون المقاس بتاعي مرتاح في اللبس يعني مثلا لو انا هشتغل دلوقتي عشان احدد بس انا هشتغل فين كده العشرين سنتي طبعا العمود مش مدرج يعني ملوش تدريج كده فانا هاخد علامة بالاستعانة بالمزورة هاعمل علامة هشوف فين العشرين سنتي على اساس ان انا هشتغل الاسورة بتاعتي فين بعمل كده باخد المسافة بتاعتي وببتدي اعلم تقريبا هي عند العلامة دي لان انا عاملة كزا علامة على العمود بتاعي فانسامل لو نبتدي هنعمل ازاي هناخد السلك بتاعي يعني نحطه عند النفس كده ونبتدي نشكل الاسورة بتاعتنا طبعا اكيد انتو هتبقوا في الشغل اسهل انا عشان المساحة عندي بتبقى ديقة عشان الكاميرا فلو بعيدت شوية عذروني بتبقى غصبا عني فهعمل هاخد مقاسي كده تقريبا كده وبالاستعانة بالزرادية طبعا احنا لسه هنعدل هنستخدم العمود تاني هاجي بالزرادية المبرومة وهرجع يعني هلف تاني هلف عليها كده السلك كده اطلع به تاني لفوق والنفس ده هعمله برضو في الناحية التانية في الطرف التاني عايز بس حافظ على المقاس فلو هشتغل مثلا انا تانيت هنا عايزة التانية 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 اللي هي الناحية التانية تبقى في المقابل عشان الاسورة بتاعتي تبقى مظبوطة ممكن اعمل كده طالما ضبطت المسافة الاولى عايزة بس اريحها شوية اعمل حتى بالخشنة هاجي عند الجزء اللي هو خلاص المقاس بتاعي مظبوط كده عند العشرين سنتي اللي انا بشتغل عليهم كده هاجي من هنا وهيخد نفس اللفة اللي انا لفتها على الزرادية المبرومة هناك كده بالشكل ده بحيث ان انا تبقى عندي الاسورة بالشكل ده اهو حيث ان انا ما اجي لبسها بتلبس كده طبعا العشرين سنتينا واخدها مرتاحة هبتدي بس اعدل اللفة اللا لفتها دي انا عايزة اضايقها شوية اللي هو الجزء ده كده لما بنيجي نضم سلكين على بعد كاني عاملة التخانة دابل ده اللي انا كنت اقصده بان انا لو اشتغلت بالملي ونص هيديني اه المسافة بشكل اه مضاعف انا هنا المفروض المفروض عشان تبقوا معي المفروض انا لفيت اللفتين في نفس الاتجاه المفروض كنت لفيت واحدة عكس واحدة يعني السلك ده يطلع من ناحية تانية فهعمل ايه هعمل كده بسرعة تمام وهعدل قبل ما اشتغل هبتدي قعدل الجزء اللي انا كنت لفيته العكس ده كويسا ده بيحصل وحنا اه بنشتغل مع بعض عشان اللي بيقع في نفس الفكرة طبعا السلك سهل ان انا اه اخطفه كده بسرعة الفه بسرعة مش مش هيبقى فيه اه لا طالما لسه بشتغل او طالما لسه المربطش حاجة الموضوع بيبقى في ايدي فهعمل كده انا عايزة واحدة طبعا التصميم في الاخر هيبقى باين هو بسيط اصلا مش صعب بس هي العدلة بتاعة الاسورة عارفين نفس فكرة الخاتم المفتوح عفوان اه اللي احنا اشتغلنا قبل كده الناس اللي لم حضرتش الفيديو للمقاس المفتوح هي نفس الفكرة فهعمل كده اهو بصوا انا لفيت فاصبع عندي الاطراف بتاعتي اتقابلت هنا بالشكل ده كده هعدل بس الجزء بتاع السلك اللي هو الملفوف شوية ده بالقصافة اللي هي الفلات النعمة وبرده مقرصة قوي لانها برضه بتعمل علامات فهيبقى شكل الاسورة بتاعي بالشكل ده عايزة عادلها اكتر العمود بقى مستو الناس اللي هي عايزة تشتغل وتبتدي في مشروع تعمل تجيب الحاجات دي بتساعد في الشغل هيبقى احسن لي لان بصوا انا متحكمة فيه ازاي لو انا مسك علبة هتقعد تتزحلق مني ومش هتبقى مدياني اللي ارتياح في الشغل بالمنظر ده او حتى بتنفع برضه كمان في عدل الاسورة لو تعوجت وانا بشتغل احسن بكتير مكون شغالة على حاجة عادية بس اللي معندوش بيحاول يتصرف مش عايزة تقول في الجزء بتاع العدل دهشة الفيديو بيبقى طويل فهعمل ايه دلوقتي انا المفروض على برضه وانا مسبتة الاسورة بتاعتي على العمود هبتدي ارجع اكمل التصميم بتاعي انا جيت هنا عملت ايه عشان تاخدوا بالكو جيت هنا لفيت كده عملت الاسورة بتاعتي بالشكل المفتوح ده كأن لو تفتكروا بعمل الخاتم اللي مقاسه مفتوح كده وبرجع تاني بالسلك بس لازم واحد يمين واحد شمال او انا بلف هاجي على الجزء ده انا عايز السنتر بتاعتي هي اللي هحط فيها الحجر فهو انا جاية على العمود بتاعي ليه بعمل بشتغل على العمود او اي حاجة انتم شغلين عليها بتحافظ على الشكل بتاعي من التغيير او ان هو يتعوج فلما بشتغل كده انا بالنسبة لي بحس ان هو احسن هنيجي الجزء ده عايزة عايزة اعمل السنتر بتاعي كده وبعدين هادله هاجي هنا هاقصر شوية لان ده الجنب ده كان طويل شوية تقريبا كده انا كنت عاملة 55 سنتي باعتبار ان انا لو انا شلت دلوقتي 4 سنتي او 5 سنتي فممكن الاسورة تبقى 50 سنتي انا دايما بحب ازود ليه لان انا ببقى بشتغل تصميم حر يعني انا ببقى لسه على حسب التصميم ما بيطلع معايا هنا تكتو بتوافق زوقي مثلا ما ببقاش بعمل حاجة شايفاها قدامي فدايما بخلي السلك معايا بزيادة لان السلك بزيادة هيعمل ايه؟ مش هيضريني بالعكس السلك النقص هو اللي ممكن يضريني لان لو ما اكملش التصميم بتاعي هنا هتبقى المشكلة هزبط طبعا التصميم هيبقى كده طبعا دلقيتين دول مش قد بعض ما بحبش يعني بحب الحاجات دي تبقى مظبوطة فانا ممكن اعمل ازبط ازبط الشكل بتاعي هيبقى الحجرين مقابلين لبعض مثلا عايزة ازبط الدايرة اللي في النص بتاعة اللفة الاولى بدل ما قصها هتبقى تقصر لي الدايرة بتاعتي مش هتبقى بالمس الشكل اللي هناك عايزة اهم تقريبا تقريبا يعني يبقوا شبه بعض اهو هو تصميم العلم يعني التصميم بسيط يعني مش صعب بس هي التصبيت بتاعه خلاص كده عشان ما اطولش عليكم ممكن ازبط بعدين اهو اه انا حابة يبقوا بدل ما يبقوا كده قصات بعض على على طرف الايد يعني بدل ما يبقوا الاتنين كده هيبقى واحد مرحل شوية عن واحد نغير في الشكل بتاعنا يبقى احلى كأنها جاية بزاوية او بميلة حتى هغير في الشكل ده عنده اهو عايز اشيل بس الجزء ده حاسة طويل كده بقى دينا مطلق الحرية ان احنا نعمل حاجة من الاتنين يا ناخد السلك النص ميلي نشتغل على كل على كل البريسلت بتاعتنا يا نشتغل بس نلف الحجرين الحجر ده والحجر اللي احنا هنحطهم بس مش اكتر من كده فهيبقى التصميم بتاعي بالشكل ده لو انا عايز ادعم البريسلت بتاعتي وازبطها قوي همسك السلك اشتغله على كل الدايرة لكن لو انا حب ان انا احط الاحجار بتاعتي بس فهعمل كده هاخد جزء من السلك الخمسة من عشرة وكل اللي هعمله ان انا هسبت الحجر بتاعي طبعا الناس اللي عايز اتكمل لف السلك على البريسلت كلها ليهم مطلق الحرية في ده انا هلف كده هلف بس الحجر معاكم عشان وقت الفيديو انا بس اديتكم الفكرة البداية بتاع الفكرة واللي حابب يكملها يبتكر ويغير فيها براحته يغير لون الحجر يغير التشكيل نفسه يلف سلكة على البريسلت كلها هشوف كده الحجر الكبير ولا الحجر الصغية مثلا حاسة ده الاصغر في الحجم احلى عشان الدايرة بتاعتي صغيرة لو انا حابة حط حجر كبير اكبر الدايرة اللي انا عاملاها تشيل الحجر اللي هي خلفية الحجر هلش هبص كده لازم حكاية دايما النسبة وتناسب الشغل بتاعنا ما نبقاش بنحط حاجاته خلاص فانا هاجي كده هسبت الحجر على الدايرة بتاعتي بشكل بسيط خالص هيكملي الاسورة والشكل بتاعي هعمل كده اهو الاجزاء بقى اللي دايما بقول لكم عليها احنا بنشتغل مثلا انا عايزة هنا تكة صغيرة قوي اوسط كده الحجر واعمل كده حاجات دي ما بتتعملش بأدوات ولا بتتعمل بتعليم هي بتتعمل بالسنس كده وانا بشتغل بتبقى فيه تكات دي الفرقات بقى اللي بتفرق بين كل حد بيشتغلوا التاني التكات البسيطة دي في لفة السلك وتشكيله كده شيل الزيادة من هنا وهاجي اكمل لف السلك بتاعي عشان يدي الدايرة بتاعتي شكل كويس طبعا كل مكان السلك ملفوف جنب بعضه كل مادة نتيجة احلى طبعا طبعا السورة زي دي ممكن تتلبس تبقى هي الاكسسورات بتاعتي في اللبس النهاردة هلبسها بس لازم هعمل معاها خاتم فهنعمل معاها خاتم بنفس الشكل و بنفس التصميم برضه هعمله في فيديو بس فيديو مفاصل عشان الوقت يعني مهما قلل في الوقت برضه الشغل بياخد وقت في الفيديوز هعمل كده خلاص انا تقريبا لفيت الدايرة مش عايز اطول عليه كل وقت هحط الحجر هناك ووريكم النتيجة اللي انا وصلت لها ووريكم الشكل النهائي للبرسل بتاعتنا هفصل وارجع لكم تاني كده قفلت الاسورة حاولت اضمها على بعض بحيث ان هي تبقى متينة اكتر وكملت السلك بالشكل ده ما اشتغلتش عليها كلها تلبس كده طبعا سهلة في اللبس جدا بسيطة النتيجة بتاعتها حلوة في الشغل بس محتاجة خاتم ممكن حبها ضيقة حبها واسعة اهي دي كانت النتيجة بتاعت الاسورة بتاعتي النهاردة يا رب تكون سهلة وبسيطة وتكون عجبتكم متشكرة اول لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب اكون قدرت اقفتكم ولو عجبكم الفيديو ده ياريت لايف وشير الفيديو واشتراك لي القناة وما تنسوه اشتفاع عليه ورمز الجرس عشان يوصلك كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة